اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والعافين عن الناس آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من تجليات الأخلاق الحسنة بل من أعظم تجليات الأخلاق الحسنة موارد التسامح لكن أي تسامح نعني التسامح الذي يكون موضوعه خطيئة كبرى مثلا قد يشتمك إنسان فتتعامل معه بمنطق التسامح لا شك أن هذا عمل حسن لكن موضوعه بسيط وهو شتيمة وقد يضربك آخر ضربا خفيفا فتسامح فتسامح تتعامل معه بالتسامح هذا أيضا عمل حسن ولكن موضوعه بسيط وإن كان أكبر من الأول قد يظلمك آخر قد يظلمك آخر ظلامة كبرى كأن يشهد ضدك شهادة زور والعياذ بالله فتؤدي هذه الشهادة إلى مصادرة أموالك مثلا إلى دخولك السجن والعياذ بالله إن شاء الله ذلك البعيد فتقابله بمنطق التسامح هنا التسامح يكون تسامحا عظيما بعض الأحيان الخطيئة تكون أكبر من هذا ويكون الأمر بيدك ومع ذلك تقابله بالتسامح ذلك يكشف أظمة الأخلاق الحسنة التي عندك يكشف العظمة هذا تجل من أعظم تجليات الأخلاق الحسنة التسامح الذي يكون موضوعه خطيئة كبيرة كجريم مثلا الذي يكون موضوعه خطيئة كبرى كجريم مثلا كخيان مثلا خذوا هذا المثال عن التسامح في سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله حتى تكون فكرة الدرس هذا اليوم فكرة واضحة من خلال هذا المثال الأمثلة توضح الأفكار وهذا يبين لنا الفضائل العظمى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يوما ما على مشارف فتح مكة يعني في السنة الثامنة من الهجرة نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله كان في مدينة المنوارة ومن المعلوم أنه كان قد أبرم صلحا وهو صلح الحديبية مع قريش وكان من جملة البنود الصلح أن لا تعتدي قريش على حلفائه في مكة كان للنبي صلى الله عليه وآله حلفاء في مكة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين حلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام من جملة العهود أو من جملة المواثيق والبنود لصلح الحديبية أن قريش في فترة الهدنة لا تعتدي عليهم على حلفاء النبي وفعلا التزمت قريش سنتين من السنة السادسة إلى السنة الثامنة عندما وصل لقريش خبر هزيمة المسلمين في مؤتة شعروا وكان شعورهم خاطئة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد أصبح ضعيفا فقرروا مخالفة بعض بنود الصلح ماذا فعلوا؟ بنوا كنان وهم حلفاء قريش بنوا كنان هجموا على بني خزاعة بنوا خزاعة كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وقتلوا منهم مقتلى ودفعوهم من الشعاب إلى داخل مكة فهرب رجل من خزاعة إلى المدينة المنوارة مسترعة وأخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لما وصل الخبر إلى مكة إلى المدينة المنوارة فزعت قريش لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله قد أصبح في قوة ومنعه أصبح في قوة ومنعه أصبح مستطيعا عسكريا عندها قرر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والحادثة مفصلة قرر أن يهاجم مكة يعني أن يعاقب قريش وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله كما تحدثت في حلقة وفي درس سابق أنه صلى الله عليه وآله ما آذى قريش وإنما دخل مكة بالرحمة وعفى عنهم لكن الشاهد ليس هنا شاهد قرر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يرسم خطة للهجوم على قريش وأخبر أصحابه وأمرهم بأن لا يسرب الخبر حتى لا تطلع قريش على ذلك يعني هذا خبر سري أكو رجل من أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله اسمه حاطب بن بلتعه ماذا فعل هذا؟ هذا عمل عملا يعتبر خيانة عسكرية صور خيانة عسكرية كتب الخبر في ورقة يعني الخطة العسكرية كتبها في رسالة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مع عدد هكذا من الرجال وكذا سيهاجمون مكة عبر هذا الطريق بهالكيفية ولفها وسلمها إلى مرأة هذه المرأة كانت في مكة المكرمة وكانت مغنية وجاءت إلى المدينة المنورة فقط للاسترزاق ما كانت مسلمة لأن قريش بعد بادر توقفوا عن الغناء حزنا على قتلاهم فهي صار ما عندها مورد للرزق فخرجت إلى المدينة المنورة على كل حال جاء إلى هذه المرأة وأعطاها عشرة دنانير وأعطاها هذه القطعة وعشرة دنانير في ذاك الوقت مبلغ كبير يعتبر وأعطاها الورقة فأخذت الورقة ولفتها في رأسها وخرجت قال لا تسلكي نفس الطريق هذا العام تسلكي الطرق الأخرى طرق الجبال وغيرها حتى لا يطلع عليك أحد فخرجت نزل الوحي على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأخبره بالخبر أن هناك مرأة تحمل كذا لرجل من أصحابك أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين الخبر وقال له أدركها خذ معك سيفك وأدركها وأخبر الزبير ليخرج معه خرج الشاهد هنا حتى لا أطيل خرج إلى المرأة في البداية أبت أن يكون معها شيء فألح عليها أمير المؤمنين وأخافها فقالت إذا دونك عني يا ابن أبي طالب يعني ابتعد عني حتى أخرج الرسالة من شعري تنحى أمير المؤمنين سلام الله عليه أخرجت الرسالة أعطتها أمير المؤمنين أخذها الإمام علي وصلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دعا رسول الله صلى الله عليه وآله جموع المسلمين قال الصلاة جامعة عامة المسلمين أقبلوا في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمة من سرب الخبر يقول عن نفسه أو أن يفضحه جبرائيل يفضحه الوحي فما أحد تكلم ثم قال مرة أخرى نفس الكلام فرأى حاطب ابن بلتعاء أن لا خيار له فقام فقال أنا يا رسول الله تصوروا واحد في مثل هذا الزمن يرتكب مثل هذا العمل ما هو حكمه يعدم مباشرة لأن هذه خيانة عسكرية خطيرة تصور أن الخبر وصل إلى قريش واستعدوا استعدادا كافيا للمسلمين ربما راحب ضحايا من المسلمين بسبب بسبب تلك الخيانة هذا يعدم مباشرة في مثل هذه العصور على المستوى الإنساني كله قديما وحديثا لكن النبي صلى الله عليه وآله قال له يا حاطب وما دفعك لهذا لحظ التسامح في أي حال وما دفعك لهذا قال هذا ليس ارتدادا مني ولا شكا في ديني أنا على يقين لكني خشيت على أهلي في مكة لأن أنا ما عندي عشيرة تدفع عن أهلي وعن مالي كثير من المهاجرين عندهم عشائر هناك بني عدي وبني تميم وبني هاشم وغيرهم عندهم عشائر تدفع عنهم لو حدثت مشكلة أما أنا ما عندي عشيرة فأخشى على أهلي وعلى مالي فإذا فعلت هذا الفعل وكتبت رسالة إلى قريش سيضعها في اعتبارهم بالنتيجة سوف أنا أسلم وتسلم عائلتي خوفا على عائلتي فقط أنا ارتكبت هذا الفعل صور عفا عنه رسول الله يعني تعامل معه بمنطق التسامح في كل الجيوش على مستوى العالم قديما وحديثا لا ينظرون لمثل هذا الاعتبار خوفا على أهلك تتسبب في مقتل مئات أو آلاف من الناس يعتبروا أخيانة عسكرية ويحكم عليه بالإعدام لكن لاحظوا أخلاق النبي هنا تتجلى الأخلاق في موارد التسامح إذا كان موضوع التسامح خطيئة عظمى عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله قال دعوه فقام رجل قال يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا الخائن لله ولرسوله فقال النبي صلى الله عليه وآله دعوه 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 وشأنه فتركه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله عفا عنه ونهى عامة المسلمين من أن ينالوا منه لاحظوا الموضوع الموضوع خيانة عظمى التسامح هنا تسامح في مقابل خيانة عظمى وفي مقابل شتيمة أو صراخ أو ضرب خفيف في مقابل خيانة عظمى هذا التسامح هنا هذا التسامح هذا الموارد هذا من أهم وأبلغ في تجليات الأخلاق الحسنة نأتي إن شاء الله على مزيد الكلام وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين